مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصحيفة واللي حيقدم لكم أهم الأخبار اللي تنورتها الصحب ونبدوها بعنوين الصفحة الأولى في جريدنا المحلية وعنوين الصفحة الأولى من جريد المرصد كروفت توقعت بأن تكون ليبيا الورقة الفاصلة للسوق العالمية للنفط الكتيبة 21 بمساندة الكتيبة 309 يحبطون محاورة التفاف للتنظيمات الإرهابية بالمحور الغربي لمدينة بنغازي وإلى الوسط التكتل الفيدرالي يوضح أسباب رفضه مسودة الدستور المستقبل واشنطن تدعو مصر والإمارات وإيطاليا للتشاور حول ليبيا ختم مع المستقبل قرب نهاية قصة داعش مع النفط الليبي وبعد ما كمنا المحلي ننتقل إلى الصحف الدولية وعنوين صفحاتهم الأولى ونبدوها بصحيفة القدس العربي وزارة الدفاع الفرنسية تعلن وجود عسكريين فرنسيين في ليبيا ومقتل ثلاثة منهم خلال مهمة الشرق الأوسط مصر تحذر عياها مجددا من السفر إلى ليبيا العرب اللندنية الصعود اليمين وانتحار أوروبا الحرب على الإرهاب تغير وجه العالم السفير اللبنانية مخاوف من انقلاب ثان الرئيس التركي يتجنب أنقرة وحركة الجيش مؤيدة مقصلة أردوغان تطيح خمسين ألف من خصومه والختام مع الوطن المصرية عرض بطائرات الرافال في الكلية الجوية في حفل تخريج دفعة جديدة وبعد ما كملنا جولتنا في الصفحات الأولى للصحف المحلية والدولية ننتقل للفقرة الراي واللي حنشوفه فيها أراء الإعلمين والشخصيات العامة عبر صفحات التواصل الاجتماعي المخرج طارق كشكر عجبتني الدولار مازال قدام دينار ويخشل المدرسة الأكاديمية دكتورة مال عبيدي ترد على الدكتور يونس فنوش عبر صفحتها الشخصية بقولها المحترم دكتور يونس فنوش أسعد الله يومك أحييك في هذا الصباح وأشير إلى أنني في هذه اللحظة أحتسي قهوة الصباح مع الوالي سليمان محمود العبيدي في بيتنا متواضع في طبرق الذي زرتنا فيه مرارا كما أنني أنفي كل ما ورد من أخبار تنقلتها بعض المواقع وبعض القنوات من حضوره لاجتماع تونس أجدب نفي لأي أخبار تم تناولها بخصوص ترقيته من قبل المجلس الرئاسي أو الوثائق الأخرى التي تبدو أنها مزورة وزج فيها باسم بعض الشرفاء ومن بينهم السيد الوالي ألتمس لحضرتك العذر ولك خالص التقدير والاحترام والختام مع المستشار المالي عمر فاركاش الدولار بخمسة ولا بعشرة شنفارقة والقادم أدهى وأمر لطالما أرتضيتم حكم الميليشيات وتوافق هاش ونخبة يصعب على أي عاقل تسميتها أي شيء غير شرذب وبنهاية فقرة راينا ننتقل لليقاء الصحيفة مع النائب عيسى العريبي وتوجهنا له بالسؤال عن خطة البرلمان بعد فشل الاتفاق السياسي أعتقد يجب يعني يجب يعني بالنسبة للمجلس الرئاسي نعم أو نحن شكنا ثلاث سنوات لها ستة شهور لم يقدم أي ضافة بالعكس زائد عقل المجلسة ليبيا يجب أن يصير تغيير حقيقي أطراف اللي مجلس الرئاسي باستثناء مثلا لا سيد سيد صراج واحد نعم وهو اللي يشكل الحكومة بالتشاور بين الأطراف اللي موجودة الآن أما مجلس رئاسي بتسعة أشهر ننجح ورأينا تشربتها قلال هذه ستة شهور ومن ستة شهور ملايش شهر كيف دخل المبنى لياسة الوزارة في طرابلس ومالباليشيات ولا يستطيع أن يعمل ولم يغف أزمة اللي ليبيا نعم وأصبح المضوع أكثر تعمل ومن لقاء الصحيفة إلى الصفحة الأخيرة مع القدس العربي معدات ثقيلة لإخراج رجل وزنه 250 كيلو جرام من سيارتها اضطرت الشرطة ورجال الأطفاء إلى استعانة بمعدات ثقيلة لإخراج رجل وزنه 250 كيلو جرام من سيارتها بعد أن علق بها وقامت قوات الإنقاذ بإزالة سقف سيارة النقل الصغيرة بالكامل عبر أدوات إنقاذ هيدرولوكية وقال متحدد باسم الشرطة لم تكن هناك طريقة أخر لإخراج الرجل من العربة وكان الرجل 60 عام نائم على المقعد المجاور للمقعد القيادة بعد إيقاف سيارته في إحدى صحات الانتظار في مدينة يوهانس كورتس الألمانية إلا أنه انزلق على أرضية السيارة ولم يتمكن من إخراج نفسه ولم تتمكن قوات الإطفاء في أول الأمر من إخراج الرجل من السيارة بالطرق العادية وبسبب خوف من إصابة الرجل بالجفاف لم يجد المقذون طريقة أخرى سوى إزالة سقف السيارة لإخراجه واستمرت عملية الإنقاذ حوالي أربع ساعات وتم نقل الرجل إلى مستشفى لتلقي العلاج وإلى المصر اليوم بـ 20 مليار درهم تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى كوكب المريخ وفقا لما أعلنه الشيخ محمد بن راشد المكتوب نشر حاكم دبي صورة لطابع بريدي أصدر والدها الشيخ راشد عام 1964 تقديرا لعلماء الفضاء وعلق عليه بداية لحلم أن ينظم شعبنا لهذه المسيرة ثم أضاف في ختام تغريداته الحلم يبدأ بفكرة فكرة يمكن التعبير عنها بكلمة أو صورة أو حتى طابع بريدي وتكبر الفكرة ويكبر الحلم وتكبر معه أجيال تؤمن به ليصبح حقيقة واقعة وتعمل وكرة الإمارات للفضاء مع مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة أياسات على إنشاء واختبار ومن ثم إطلاق أول محاولة عربية لإرسال مسبار فضائي إلى الجار الأقرب إلينا ضمن مجموعتنا الشمسية وهو المريخ ووفقا للمنشور على الموقع الإلكتروني لمركز محمد بن راشد للفضاء فمن المقرر وصول المسبار الإماراتي إلى كوكب المريخ في عام 2021 تزامن مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات وسينطلق المسبار في رحلة تستغرق 9 أشهر يقطع خلال خلالها أكثر من 60 مليون كيلومتر وستكون حينها ضمن 9 دول في العالم فقط لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر ومع كاركتير الصحف العربية نكون وصلنا لنهاية البرنامج وفي الختام صحيفتنا معاكم لحظة بلحظة اشتركوا في القناة